يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وعلاه يا أيها المفادي للحديد من الدينيين المترجمين على رسول الله وزرواه إننا أصدقل من هذا المسجل عن مشكلة على مردين في هذه سجنة ما وعلى آله وضرواه من هذا المسجل إن شاء الله وزرواه وزرواه إننا أصدقل إلى الأساسي من هذا المسجل وأن هناك تشجل البيع أن هناك جزجل البيع ممتازجة والسورة والمتالانيوهي يوم لديها والذارة مختلف إذا كنا فيها واضحاية الأخير الأخير يمكنني مختلفة مندينة يمكن أن يكون وأن النتخلة المختلفة الشخص يمكن أن يكون هناك طليلة hash dynamic بخير و mulheres يمكن أن يكون ي فضل أن ت生活 ب إيبارة ورغبات ورغبات على الأشياء التي لنا تقدمتهم بميانات العامة من يوم من الحظة إلى التليلون إلى اللعبات والأسطلن إلى الأشياء ليس مبادئاً على العلي الأس، المهمة تدرسى البحالية التي يحتاجناك من أطلقاً. وهذا أحبنا السياس التي يتجبني أن يتغضى من العساء ماهما ين materنها لن نتانى الجزء of نتاني. أصدقاء تدريد سمهن. أكثر من أجل مفتدين من ماهما يمがحش فيه جزءاً مفتدين من يحديل المنزل ويحش أن يعيث أن يسير هشنات وما يستطيع أن يكون فيها من الآن لا أعرف أولا كما ينظرون من يتواهنة وأن يكون التعليق أدواء أدواء يوضع أدواء 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 أحضر تريد أن أسكن ما هي ص actorsشي salية مما Rogue ونة تطبيق وكش أن يتلي seja إلى exchanging وما التح Lol هذا يريد أن نظر التسابة على الدولة على حيث أيضًا أحياني المؤمنين هوله مناسبة لذا يرهونات محبوبة يمناسبة لدنغاء وليهونات يببط منظمة وليهاتي إن المام العزالي يهيب هذه نمه يهيب هذه النمه تغيير الأمر يقول تعالى إذاً، ستقالي منها منها العالم التي لم يهتمي تغيير يزنج كلها تحيير pareil وهم بطلبة ولكن يمكن انتبه لكنهم لا يسرع ذلك من هذه المنزلة منها إنه نزايب أهرب يتنجه المهربان من المنزلة يذهب الى النزاع وقالت من أكل ومشارك ومشارك ومشارك. والنسلstop التسلق M منتف دوري تماما معك المتقاوليك المتقاولية ساعة لاحظة التقول أمتلاح أسنقام أساعت أساعت أساعة أس أجل أس سيء ، تتجillo مجتمع ، سيكما يتجل جوجد سيكما ، أنت تجمع ِ مجتمع والدول يتجديكواً يتجل يتجل في رأيت مجتمع ، سيكون جيدة والتاليييه كنل يتجل أن نخدميص نتجل مجموعة من عامم لا religion لا تريد أهاليه من أهاليه من منذم من موسيك ي يو نحن أحضر لايه نحن احضر 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 على المسيح احضر انه 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 احضر انه يسكن بشكل أيام داته أولاد الله عز واجل نحن نحن ذلك أولاد يشعر لكين يسكن من أجدًا لمنها أولاد الله يستر أولادنا إن أولادنا أيام يستر أولادنا لن ترفع كيان بطنحين نحن الذين يمطون من سبيلاد في الظائرين كيان دوما أنه لنبدأ ليس أيام جديًا بطنحة بطنحة شيئًا لديكي فكان لديك بعد مvidiaًا لها من الانتشاوم المحمام على ما لا نستعمدbeit سنبد Streen على الم trabajo إنه أنها لستممم و ليس لي السبب بالماستشارات يالياض اما يؤاتي أجلหارش ويحت gotten ميقا اعجب اننتشار احضر ترجمة ترجمة الترجمة يجب أن تتلقعد على الهارات التي لا يحrada لا تحضر ما أخيف نحن نحن شيئ بالتالي فقط نحن نحن النحن هبوحان فقط نحن 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 حقه أن تزحفين التقليل من الامريين من قبل نحن 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 لدينا قدر وقتنا لاحن نحن ان يكون ذوكي إن سيقالناه نحن نحن أنه يخقط لذلك يوم لا يمس أنه الآن Want er zijn sommige هلاس Die al het eten wat ze over de dag gemist hebben In de avond Inhalen En dat is niet de essentie van het vasten Onze tafel zijn masha'Allah Altijd vol bedekt En dat hoort niet in deze maand Over de Gedurende andere dagen Is het gebruikelijk dat je naar de bakker gaat En je vindt brood Maar subhanallah in de maand Wordt dat Vermenigvuldigd Maar als je naar de bakker gaat Dan zegt die brood eens eten En als je kijkt naar onze prullenbakker Dan zie je dat ze vol zitten met het eten En daarom is het belangrijk om niet de focus te leggen Op het eten en drinken Maar leg de focus op jouw aanbieding Op het herstellen van jouw band met Allah Azzawajallah Heb je geld te veel Geef het aan de armen Help de anderen Want er zijn wereldwijd mensen Die geen voedsel hebben Die geen maaltijd hebben Die geen eten en drinken hebben Die geen kleding hebben Die zijn er overal wereldwijd Dus maak een maand Ramadan Niet een maand van eten Maak van de maand Ramadan Een moment van spiritualiteit Een maand van bezinning Een maand van compassie Een maand van innerlijke vrede Die je uitdraagt in je dagelijks In je dagelijkse leven En het zesde geliefde broeders en zusters Is dat wij Na al-iftar wat een moment van vreugde is Een moment van vreugde is Zoals de profeet Sallallahu alayhi wa sallamh zegt Oftewel de vastende heeft twee vreugdige momenten Een moment waarbij hij de iftar weer mag verbreken En tot het besef komt Ik ben begunstigd Door Allah azawajal Dat ik de hele dag heb gevast En nu mag ik eindelijk eten En je beseft ook wat voor gunsten je hebt gekregen Van Allah azawajal Dat zorgt ervoor dat je bepaalde vreugde ervaart Dat is ook mooi Maar je zult een andere vreugdige moment meemaken En dat is op de dag des ordeels Inde liqai rabbi Op het moment dat jij je heer gaat ontmoeten Op het moment dat je uitgenodigd zult worden Om het paradijs binnen te treden Via het poort al-rayaam Wat alleen speciaal is voor de vastende Maar het zorgt er ook voor dat je na de iftar In een toestand verkeerd In een toestand verkeerd Tussen hoop en vrees En dat is een belangrijke balans Die wij in het leven dienen te vinden Dat jij in een toestand verkeerd Tussen hoop dat Allah het van jou geaccepteerd heeft Dat Allah jou in staat heeft gesteld Om te vasten En een hoop, oftewel vrees Met name wanneer jij naar je eigen tekortkoming gaat kijken Naar je eigen zondes gaat kijken Naar je eigen daden gaat kijken Die altijd tekort zullen schieten Want laten we eerlijk zijn Wij zijn mensen met bepaalde zwaktes Wij zijn mensen die bepaalde zaken ondernemen Zonder dat we er goed over nadenken En het is een proces om onszelf te blijven ontwikkelen Wees niet geliefde broeders en zusters Wees niet van de personen die alleen maar honger zullen ervaren En dorst zullen krijgen Maar wees bewust van jouw vasten Wees bewust van deze kans die je gekregen hebt En begin nu alvast met het plannen Maar ook vooral met het praktiseren Van wat we eerder hebben behandeld Met als doel om het derde niveau te bereiken Waar in jouw hart verbonden is met Allah Niet alleen maar tijdens het vasten Maar ook buiten het vasten Niet alleen maar wanneer jij bezig bent met het aanbidden van Allah Maar ook wanneer jij op je werk bent Dat je je werk verricht Niet omdat het moet Niet omdat je je salaris ontvangt Dat zijn allemaal belangrijke zaken Maar omdat je daarmee het welbehaag van Allah Zoekt aan zijn tevredenheid Je gaat hier naar school Je studeert niet alleen maar om je diploma te krijgen Maar omdat Allah Azza wa Jalla dat van jouw vorm Dat je het maksimale hebt je leven te halen Want je met je kinderen bezig bent Is ook een vorm van de ibadah En dan merk je Dat al het leven met al haar facetten Verbonden is En dat scheper hier van Allah Subhanahu Azza wa Jalla Mouk Allah ons instaat stellen om dit te realiseren Mouk Allah Azza wa Jalla ons de kracht geven Om het maksimale hebt deze man te halen Ik zeg dit 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 Ik zeg dit